السلام عليكم ويهلا بكم في حلقة جديدة ويوم جديد في مزرعتك في بيتك النهاردة الخميس 10-10-2024 حلقة أسعار النهاردة كملوها معاني للآخر لأن النهاردة عندنا يعني بصوا اجرام في حق المرب النهاردة بالنسبة لأسعار الكاتاكيد ولكن قبل نبدأ الحلقة كالعادة ما تنسوش الصلاة على الحبيب المصطفى اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله ما تنسوش كمان تنزلوا حالا في التعليقات تكتبوها بيديكو وخلوها شاهد لنا يوم الايامة المبتدئين عنده دور التسميم المتابعة معي مجانا على الرقم اللي بسيبه لحضراتكم داخل الحلقة يا جماعة ده رقمي الشخص اللي انا برد عليه مفيش حد تاني بيرد على الرقم اللي موجود على الشاشة قدام حضراتكم الرقم ده انا حطاه يا جماعة لحجز الكاتاكيد وحطاه كمان للمتابعة المجانية من كاتكوت لعشر تلاف كاتكوت بدون جنيه واحد طيب اي حد عنده اي سؤال يكتبو لنا في التعليقات تحت الفيديو وبرد على معظم اسئلة حضراتكم قدر المستطاع طيب النهاردة بقى عندنا ايه؟ النهاردة عندنا اجرام بالمعنى الحرفي لأسعار الكاتاكيد النهاردة يا جماعة بصوا اللي بيحصل ده لو ما بقاش فيه سيطرة عليه سدقوني هيحصل ازمة كبيرة جدا في الفراخ البيضة في الايام اللي جاية وهتبقى عواقبها في السوق يعني بصراحة مش يعني مش هتخلي حد هتبقى الفراخ البيضة دي يا جماعة للاغنياء فقط لازم تدخل لازم تدخل لان الفجوة اللي هتحصل في ارتفاع الاسعار بتاعة الفراخ البيضة في الايام اللي جاية مع دخول البرد والكلام ده كله هتسمعوا اسعار في حياتكو ما سمعتهاش لازم يكون فيه تدخل من الحكومة ومن المعنين بالامر لان بصراحة الوضع خرج عن السيطرة طيب اسعار الكاتاكيد النهاردة كل الشركات يا جماعة رفع من 3 ل 4 جنيه متخيل يا مؤمن النهاردة اسعار الكاتكوت يرفع من 3 ل 4 جنيه في بعض الشركات كل الشركات بلا استثناء معادة شركتين اتنين في جمهورية مصر العربية بس هما اللي مرفعوش كاتكوتهم ثابت باقي الشركات كلها يا جماعة اسعارها مرتفعة النهاردة من 3 ل 4 جنيه هل ده يرضي حد؟ ما يرضيش حد الاسعار الجزافية اللي بتتحط بدون سقف للكاتكوت ده جماعة احنا مش عارفين اصلا سقف الكاتكوت رايح فين يعني لو فضل الوضع على كده الكاتكوت هيوصل 60 و 65 جنيه في دورة رجب ودورة رمضان لازم يكون فيه وقفة لأسعار الكاتكوت أسعار الفراخ البيضة كمان فيها نزول النزول لان فيه فرخة تقيلة في السوق الناس اول لما الفراخ البيضة رفعت الناس كانت مستنية ارتفاع كتير فقفلوا على الفراخ بتاعتهم اول لما الفراخ بدأت ان هي تنزل تاني الناس بدأت ترجع تشتغل تاني وتخرج الفراخ اللي عندها وبالتالي كان فيه فرخة تقيلة في السوق ودايما الفرخة تقيلة اللي في السوق بتوقع السوق لتحت او بتشده لأسعار اقل طيب الحل ايه بالنسبة لاخوتنا المربين يا جماعة قولنا قبل كده مليون مرة اي حد عنده فرخة عمر بيع ووزن بيع يتوكل على الله طالما عندك وزن كويس ربنا هيرضيك سواء السوق طالع او السوق نازل بالنسبة للتنفيذات في المزرعة حضرتكوك يا مربين اللي بتعملوا الازمة دي في السوق يا جماعة كل واحد يبيع في دوره صدقوني مش هيحصل اللي بيحصل ده طيب أسعار الأعلاف كمان بدءا هي ترفع خلي بالكو اللي دخل كاتكوتي دخل كمية العلب بتاعته وكمان تابعوا السوق لان السوق غير مستقر في أسعار الأعلاف تحديدا وفي كل حاجة والله يصدقوني طيب تعالوا بقى نعرف الأسعار كلها النهاردة ما تنسوش الصلاة على الحبيب المصطفى ما تنسوش شارعوا الحلقة علشان الناس كلها تعرف الأسعار الحقيقية والفعلية النهاردة وقت نزول الحلقة يا جماعة والفيديو ده ان شاء الله ينزل لكم بدري لإخواتنا اللي بيزعله من الفيديو لما بينزل متأخر صدقوني لما بينزله متأخر بيكون غصبة عني بيكون عندي شغل وبتأخر في تسجيل الفيديو ولكن النهاردة هينزل لكم بدري بإذن الله لايك كتير واللي مش مشترك معنا فيتوا كتير اعمل الشراك في القناة مزرعتك في بيتك قناة هدفة يعني كل شغلها على المربي واللي يهمها في الأول وفي الآخر هو المربي وكمان إخواتنا المستهلكين صلوا على الحبيب المصطفى ويلا بينا على طول نعرف الأسعار الفعلية النهاردة البط البلدي أرض المزرعة 110 والمحلات 120 جنيه للكيلو المسكوفي أرض المزرعة 105 والمحلات 115 جنيه للكيلو المولر أرض المزرعة 95 والمحلات 105 جنيه للكيلو الفرنساوي أرض المزرعة 75 والمحلات 85 جنيه للكيلو الحمام البلدي أرض المزرعة 140 والمحلات 150 جنيه للجوز السمان أرض المزرعة 80 والمحلات تسعين جنيه للجوز الروم البلد الاسود ارض المزرعة مية وعشرين والمحلات مية وثلاثين جنيه للكيلو الروم الابيض ارض المزرعة مية والمحلات مية وعشر جنيه للكيلو الارنب ارض المزرعة مية وخمستاشر والمحلات مية خمسة وعشرين جنيه للكيلو الفراخ البلد النهاردة ارتفاع قوي جدا ارض المزرعة مية وعشرين والمحلات مية وثلاثين جنيه للكيلو الفيوم ورزي برضو ارتفاع ارض المزرعة مية واربعتاشر والمحلات مية اربعة وعشرين جنيه للكيلو. الساس والنهاردة بقى نزول ارض المزرعة مية وسبعة والمحلات مية وسبعتاشر جنيه للكيلو. امهات الساس وارض المزرعة خمسة وتمانين والمحلات خمسة وتسعين جنيه للكيلو. ابيض بياض ارض المزرعة ستين والمحلات سبعين جنيه للكيلو. احمر بياض ارض المزرعة خمسة وسبعين والمحلات خمسة وتمانين جنيه للكيلو. امهات الفراخ البيضة النهاردة اعلى سعر لها تمانين جنيه ارض المزرعة والمحلات تسعين جنيه للكيلو. اما بقى عن الفراخ الامهات البلد النهاردة تمانين جنيه ارض المزرعة والمحلات تسعين جنيه للكيلو. الفراخ البيضة النهاردة نزول ارض المزرعة تمانين جنيه تنفيذ فعلي والمحلات من تمانية وتمانين لتسعين جنيه في المحافظات الكبيرة. اما عن اسعار البيض النهاردة سبات واستقرار على اعلى سعر الطبق البيض البلدي من التجار للمحلات مية وستين والمحلات للمستهلك مية وسبعين. الطبق البيض الاحمر من التجار للمحلات مية وسبعين والمحلات للمستهلك مية وتمانين جنيه للطبق البيض الاحمر. اما عن البيض الابيض النهاردة من التجار للمحلات مية تمانية وستين والمحلات للمستهلك مية تمانية وسبعين. نسبة الاسعار الاعلاف النهاردة برضو سبات واستقرار على السعر الحالي. الطن بيتراوح من التسعتاشر الف خمسمية للاتنين وعشرين الف خمسمية إلعى به وقطعه في المحلات الخمسة وعشرين كيلو خمسمية وتلاتين بادي سوبر خمسمية خمسة وعشرين نامي خمسمية وعشرين ناهي والكيلو وقطعه في المحلات تلاتة وعشرين جنيه أما بعن عصار الكاتاكيت النهاردة اللازم يكون فيه حل جزري وتسعيره جبرية للشركات المولر النهاردة تمانية وستين الفرنساوي اتنين واربعين شريفان ستة وتلاتين بكين تلاتة وتلاتين البيور خمسين مسكوفي مخلط تلاتة وستين المسكوفي الار واحد واربعين من تمانية وستين لتسعة وستين رومي بلدي اسود تلاتة وستين رومي برونزي تلاتة وستين سمان من سبعة لعشرة على حسب العمر الجميزة البيور من تمانية وعشرين لتلاتين جميزة بياد سبعة وعشرين لتمانية وعشرين فيومي بلدي تلاتاشر رزي على وشه من تمانية وعشرين لتسعة وعشرين رزي فارزي ديوك من اتنين وتلاتين لتلاتة وتلاتين. البرابر النهاردة اربعة وعشرين. ساسو جلتاني سبعة وعشرين. ساسو شفر مزارع من تمانية وعشرين لتلاتين. هاجين تلاتة وعشرين. بلدي حر تلاتاشر. بلدي مشعر اربعتاشر. اما باع عن الكتكوت الابيض الاهالي النهاردة. ارض معمل من خمسة واربعين لسبعة واربعين جنيه. والشركات للاسف بادئ من تسعة واربعين لتمانية وخمسين جنيه. ايوة لتمانية وخمسين زي ما حضراتكم سمعته كده وقبل الفيديو ده نزلت لحضراتكم اسعار شركات الكاتاكيت اللي داخل الجمهورية ارجعوا للفيديو هتلاقوا فيه جميع اسعار الشركات اللي هي حطاها على صفحتها دي كانت الاسعار المعلنة النهاردة نتمنى يكون القادم افضل نتمنى الخير لبلدنا نتمنى يكون في حل جزري للوضع الحالي دي كانت الحلقة النهاردة شكرا جدا ليكم على حسن المتابعة بحبكو جدا في الله استنونا في حلقة جديدة شكرا لكل اخواتنا من مصر من الدول العربية لو شايفين المحتوى مفيد شيروها علشان الجار يستفيد اشوفكم ثاني بقال في صحة وخير تحياتي للجميع